خبراء يحذرون من أزمة مالية عالمية متوقعة واختراحات لتجاوز الأردن تداعيتها هذا ما سنبدأ به النشر أزمة عالمية مرتقبة في العام 2020 حذر منها خبراء اقتصاديون عالميون في ظل المخاوف من دخول أكبر اقتصاد عالمي في حالة من الركود وطباطع الاقتصاد العالمي والذي بدأ ينعكس على أسواق المال والأسهم فهل تصدق التوقعات؟ تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطع الاقتصاد العالمي وتذبذب العملات والأسواق المالية باتت تنذر بأزمة مالية عالمية في العام 2020 بحسب خبراء اقتصاديين المخاوف من الأزمة المالية العالمية تعمقت مع توقعات بدخول الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاديات العالم بحالة ركود خلال العامين المقبلين إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تواجه أضعف نموا اقتصاديا في عشرة أعوام في العام الحالي ونعكاساتها على الاقتصاد العالمي والأوروبي في استطلاع للرابطة الوطنية لاقتصاد الأعمال توقع العديد من خبراء الاقتصاد ركودا في الاقتصاد الأمريكي للعامين المقبلين متوقعين بالوقت ذاته أن تعمل قرارات المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما في أواخر تموز على تأخير دخول الاقتصاد بحالة الركود نتيجة توقعاتهم بأن يخفض البنك من جديد الفائدة بنهاية العام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدات له يؤكد أن الاقتصاد قوي وأن واشنطن ستكسب الحرب التجارية مع الصين ويرى أن عددا من الدول تعمل لأجل إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية كما اتهم الإعلام بمحاولة إحداث ركود في الاقتصاد الأمريكي في حين يواصل مهاجمة البنك المركزي الأمريكي معتبرا أن سياسته ستدخل البلاد في حالة أزمة اقتصادية بسبب الإبقاء على الدولار في مستوى مرتفع الصحف البريطانية حذرت من أزمة اقتصادية عالمية جديدة بسبب سوق السندات العالمية الذي شاهد انخفاضا في العائد الاستثماري حيث انخفض العائد على السندات الأمريكية 2% لأول مرة منذ 30 عاما وتفاعل الأسواق مع سلسلة من البيانات الاقتصادية تشير إلى طباط الاقتصاد العالمي مع تراجع النمو في معظم الدول العالمية والفترة الحالية يسود القلق في العالم بأسره خشية حدوث ركود اقتصادي وشيك سينعكس على اقتصادية دول العالم بما فيها الأردن حيث حذر الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالي من حرب عالمية ثالثة مقبلة على إثر أزمة عالمية وركود سيتحول في العام 2020 إلى كساد وغلاء في الأسعار وأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستتحول إلى مقاطعة تجارية هناك أزمة قادمة اقتصادية يجب أن نحطط لها يمكن يكونهم صحوا يمكن أنا غلطان بس إذا في حجر رح يوقع على راسي ويمكن ما يوقع بزيح راسي إذا ما وقع ما حصرت شيء بس إذا وقعت دمرت أنا أنبه بأننا أمام مستقبل وخصوص وقريب جدا عم بحكي عام 2020 عم بحكي قرون ولا عقود عم بقول أن العام القادم عام صعب على كل الكرة الأرضية مش إحنا الله ما نزلنا لحالنا ولا اقتصادنا اقتصاد اكتمالي ولا يحتاج أن يكون له علاقات في الدنيا معناش اكتفاء ذاتي في اقتصادنا مش محتاجين العالم ولا العالم محتاجنا إحنا جزء من هذا العالم إذا العالم كله متجه إلى هذه الكارثة إحنا جزء منها الخبير أبو غزالي قال أن الأردن يجب أن ينتبه لهذه الأزمة التي ستطاله إن لم يتخذ إجراءات وهي مسؤولية الجميع أفراد ومؤسسات من زيادة الانتاجية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تقشفية وتنمية الإيرادات وضبط المصاريف وتنفيذ العمال إلكترونيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن بشكل كبير على قوة اقتصاد بلاده خلال السنوات الأخيرة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجديدة في حين أن الأسواق العالمية تسيطر عليها حالة الخوف من تراجع أداء معظم اقتصاديات دول العالم وأسواق السندات فهل العالم مقبل على أزمة مالية عالمية أم هي تكهنات خبراء الأيام القادمة ستحمل في طياتها الإجابة